صباح على اول همه. في سؤال بيقول هل يوجد برنامج من اوتو ديسك يسمح بتغيير في البرمجة الخاصة بالريفت. البرنامج نفسه ما تدارش تخش تتغير فيه. بس تدار تضيف حاجات اضافية عليه. نعم. فيه ادنس كتير جدا زي مسلا كان فيه ادنس بيخلى اسمي تتغير حسب الروب نفسها تتغير معها. فدي بتبقى فيه حاجة اسمها اي بي اي خاص بالريفت. فيه اي بي اي التاني خاص مسلا بالبرامافيرا. اي بي اي خاص مسلا بالوفيس. فالريفت ده هو مترجم بينك وبين البرنامج. بين البرنامج الريفت مسلا وبين الريفت مسلا. فبيخليك تقدر تدخل برمج جوا الريفت حاجات اضافية. يعني مش تقدر تخلي مسلا امر موف يتعامل بطريقة مختلفة. بس تقدر تعمل امر جديد تسميه مسلا موف تو او موف اكس. وتحط الاوامر اللي انت عايزها. فلو انت عايز برمج برنامج بتكتب اسم برنامج بتكتب اي بي اي تحمل اي بي اي دوت وتبدأ تشغل عليه. لو انت شغال ريفت اسهل اللغاتين ممكن تتعامل معهم. هو السي شارب والبيسون. فيه فيجول بيزيك بس يعني بدأ الموضوع يبقى ريخ مقاو في التعاون معاه وش هتلاقى مثلة كتيرة. فلو انت محترف في فيجول بيزيك ممكن تدخل فيه. لو انت لسه تعلم برمجة خش في البيسون او في السي شارب.